في الواقع أنا هذه الليلة متهيب جدا فنحن أمام إنسان عظيم بحجم السماء لا أدري من أين نبدأ ولكن دعنا نبدأ من تسمية حركته المباركة أولا لنؤسس عليها عدة قضايا في حوارنا ما هي التسمية الصحيحة لحركة الإمام الحسين عليه السلام هل هي ثورة أم نهضة وهل نصنفها كحركة معارضة سياسية أم حركة إصلاحية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا السؤال من الأسئلة الجوهرية حول قضية سيد الشهداء عليه السلام والإجابة على هذه السؤال من شأنها أن تغير الكثير يعني أي خيار من هذه الخياغات سيبعث إلى فهم مختلف تماما عن بقية الخياغات الأخرى لذلك يحتاج أن نؤسس إلى كيفية التعاطي مع قضية كربلا وكيفية فهمها أولا نحن الآن لا نتحدث عن الثبوت التاريخي للأحداث يعني حدث ثبت أو لم يثبت لا فلنتحدث عن المقدار المجمع عليه الثابت عند كل المسلمين ولا نتحدث عن فهم حدث من الأحداث تحليل لجزئية لمفردة في الثورة الحسينية لا وإنما كلامنا حول المجموع عندما نقرأ الأحداث بعد الفراغ من ثبوتها التاريخي لأحداث نقصد أقوال الإمام الحسين عليه السلام أفعاله نعم تصريحاته حركته ونحللها ماذا يمكن أن نطلق عليها الآن بعيدا عن التسميات هنا عندنا رأيان مختلفان وكل رأي منهما له ثمرة رأي يذهب أن قضية الإمام الحسين عليه السلام هي تكليف إلهي خاص بتعبيرهم تكليف شخصي وعندنا نظرية أخرى تقول ما فعله الإمام الحسين عليه السلام هو من التكاليف المشتركة ما فائدة هذا التقسيم من قال أنه تكليف مشترك جعل قضية الحسين عليه السلام مما يمكن أن يقتدى ويتأسى به إذا هو تكليف مشترك يعني كما كلف به الإمام الحسين عليه السلام فنحن مكلفون به في حال حصلت نفس هذه الظروف ونفس هذه الوقاعة الخارجية لكن من قال أنه تكليف خاص يقتدى به أو لا؟ لا يمكن أن لا يقتدى به فلذلك أولا التسمية هي فرع إثبات نوع التكليف هل هو تكليف عام أو تكليف خاص هذا أولا زين من قال أنه تكليف خاص؟ أنه تكليف عفوا؟ مشترك عام لأن التكليف الخاص واضح تمسك بالروايات التي تنص إن لك عند الله منزلة نعم لا مهاذر يعتبر أنه نزل كتاب من السماء عند شهادة النبي صلى الله عليه وآله مختوم بإثنى عشر خاتم كل إمام من الأئمة يفتح خاتما وينظر ما كلف به روايات كثيرة في هذا الشهاد الذي قال أنه التكليف المشترك أصبح البحث أين؟ في هذه الحركة تحت أي باب من الأبواب الفقهية درج محتملات أن نقول أنه جهاد لكن هل ممكن أن نسميه جهاد؟ البعض أشكل قال كيف يكون جهادا والحال أنه لم يخرج بجيش وإنما خرج بالنساء والأطفال هذه نقطة استفهام على من يقول أنه جهاد بعضهم قال لا قال أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر أيضا هنا مشكلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه شروط من شروطه الأمن من الضرر والحسين من البداية أقتل الحسين ولو كان معلقا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتماله تأثير وهل مثل يزيد يتأثر؟ فلذلك من قال أنه تكليف مشترك حصل بحث في أي باب من الأبواب نجيب أمثلة من قال أنه تكليف خاص مثل صاحب الجواهر طبعا الكلام كله مو خطباء أو باحث لا فقهاء المسألة هذه بحثها فقهاء لذلك قل ما يتطرق لها على المنابل قضية دقيقة جدا هنا جوهر القضية الحسينية من قال أنها تكليف مشترك كثير قالوا من هذا مثلا السيد الخوئي احتمل أنها أو أشار إلى أنها تكليف مشترك لكن أرجعها إلى جانب آخر وهو طبعا لأنه لو سلمنا وتجاوزنا الباب بالنهاية خروجه على خلاف التقية التي تقضي بحفظ النفس مثل السيد الخوئي قال له هذا المورد ليس مورد التقية لماذا؟ لأنه إذا كانت المفسدة في التقية أكثر من المصلحة فيحرم العمل بالتقية مثل إذا اندرس الحق إذا خاف الإنسان أن الحق يندرس وإذا اتقى ولم يصدع بكلمة الحق يموت الحق ويرتفع الباطل هنا يحرم العمل بالتقية فقال خروج الإمام الحسين لعله من هذا الباب بالنهاية التسمية الدقيقة لحركة الإمام الحسين عليه السلام ما غدها إلى بيان هذه الأمور ووضعها في الموضع الصحيح وكل فريق من هؤلاء له أدلته كأنما تريد أن تقرأ الحركة حتى تطلق عليها كل مسامة نعم هذه المسميات التي تطلق أو نطلق نعم تابعة للحركة الحسينية بهذا التفصيل أن نبحث تكليف خاص أو تكليف مشترك إذا تكليف مشترك تحت أي باب من الأبواب نعم في كتب التاريخ يعبرون عن حركة الإمام الحسين بالخروج خروج الحسين لذلك يقولون مثل ابن تيمية ولم يكن في خروجه مصلحة أيضا التعبير بالخروج مشكلة لماذا الخروج فرع وجودي بيعة سابقة والحال أنه هو من البداية لم يبايا هذه المسألة هي من أمهات قضية الثورة الحسينية وأي بحث في الثورة دون تنقيح هذه المحاور بهذه العناوين لقيمة له لماذا وقع هذا الاختلاف في قراءة الحركة الحسينية ألم تكن واضحة المعالم منذ البدء كان الإمام الحسين بتصريحاته منذ إعلان رفض البيعة ليزيد كانت أهدافه واضحة فمن أين نشأ هذا الاختلاف في قراءة الحركة الحسينية هذا الاختلاف له منشآ المنشأ الأول هو فهم النصوص النصوص كثيرة فيما يتعلق بقضية كربلا لا نتحدث مثلا فقط عن الإمام الحسين عليه السلام عندنا لعله أكثر من عشرة خطب عندنا كتب فقط في خطب الإمام الحسين في مسيره بيانات الثورة حسينية كتاب لأحد المؤلفين من المنطقة فكثير النصوص وطبيعي أن الأفهام تختلف في هذه القضية والمنشأ الثاني للخلاف بعد الفراغ من خلاف النصوص النصوص هو القواعد الفقهية الحاكمة مثل ما ذكرنا الآن في حال قلنا أنه تكليف مشترك عندنا قواعد فقهية مسلمة في باب الجهاد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل الأبواب الأخرى فالكلام هو كيف تخرج هذه الثورة وهذه الأحداث طبقا للمقاييس الفقهية الموجودة عندنا التي قد تكون هي مختلف فيها فعندنا اختلاف في النصوص نعم وبالتالي يؤدي إلى اختلاف حراءة الحركة وعندنا اختلاف في نفس القواعد الفقهية التي يمكن أن تحاكم بها الحركة فنعود ونكرر أن هذه المسألة هي من أمهات المسألة لذلك كتب فيها فقهاء كبار فقهاء الطائفة كتبوا في هذه المسألة ونقحوها ولكن للأسف هذه القضايا لا يشار لها لعله قلم أحد سمع من خطيب أو باحث عرض هذه المسألة بهذه السورة من أنها هي الأساس موقفنا من الثورة الحسينية يرجع إلى هذه القضية تسميه الثورة أنت الآن جريا على نريد التسمية الآن لا القضية هذه حسمها صعب لأنه لا يمكن القبول بكل القراءات لثورة الإمام الحسين عليه السلام النقطة التي أهدنا شيئا هنا الآن مثلا أنت تطلب مثلا مني أن أكون حسينيا فلان حسيني ثائر لهذا السبب عبرت بالثورة إذا قلنا أنه تكليف خاص إذن لا يمكن لا يمكن ليس من حقك مثل الذي يتزوج تسع نساء ويقول اقتداءا بالنبي صلى الله عليه ممكن هذا الشيء أو لا فلذلك بحث هذه المسألة مهمة وتحقيقها مهم والمجال هنا لا يسع إلى الوصول إلى رأينا فيها كل نظرية من هذه النظريات لها أدلتها ولها مستنداتها ولها بحثها ترجمة نانسي قنقر